اشتركوا في القناة مع لبنان تلبي كافة مطالب اسرائيل الاقتصادية والسياسية ومشيرا الى ان مجلس الامن او مجلس الوزراء الامني سيجتمع الاربعاء ويعقب ذلك اجتماع الحكومة للموافقة رويترز نقلت عن مصدرين لبنانيين كبيرين قولهما ان حزب الله اعطى الضوء الاخضر لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل موافقا على بنود الاتفاق بيان للرئاسة اللبنانية قال ان الرئيس ميشيل عون اعتبر بنود المسودة النهائية للاتفاق التي تسلمها من الوسيط الامريكي اموس هوكشتاين مرضية للبنان فئة من اللبنانيين اعتبرت الاتفاق خيانة لانه يتخلى عن الخط 29 وحق الكريش بينما يكتفي بالخط 23 وحق القانا الذي لم يتأكد وجود الغاز فيه افصلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومشاهدين في خبر متصل بهذا الموضوع مصادر اسرائيلية تتحدث وتقول ان واشنطن ستخضع لبنان وحزب الله لعقوبات في حال خرق الاتفاق مع اسرائيل وهذه المصادر الاسرائيلية ايضا قالت بان اسرائيل ستحصل على ضمانات لمنع وصول ارباح من حق القانا لحزب الله معنا الان اذا او نرحب بضيوف فانوراما من بيروت المحلل العسكري والاستراتيجي العميد نزار عبدالقادر ومن بيروت ايضا الكاتب الصحفي ابراهيم ريحان اهلا بكم معنا في فانوراما سأبدأ معك سيادة العميد من المستفيد الاكبر من هذا الاتفاق هذا ربما هو السؤال الابرس هنا اسرائيل ام لبنان بصراحة كلي وبشجاعة اقول ان المستفيد الاكبر هو لبنان نحن على الاقل قد تأخرنا في استثمار هذه الثروة في الوقت الذي لبنان هو بامس الحاجة لها على الاقل 15 سنة وكنا بالواقع نخوض معارك داخلية ونخوّن بعضنا بعضا ودون ان نقارب الموضوع باي درجة من الاقلانية او الاسس العلمية وانا اقول هذا الكلام لاني قد بدأت احاضر حول هذا الموضوع في لبنان وخارج لبنان منذ عام 2009 وقد كتبت باللغة العربية واللغة الإنجليزية حول هذا الموضوع وشاركت في ندوات حول البحر المتوسط وفي عواصم اخرى انا اقول بانه نحن المستفيدين لانه على الاقل هذا سيفتح الباب بالفعل اذا وقعنا هذا الاتفاق الباب للبحث جديا بالواقع عن استثمار هذه الثروة وانا اعتقد بانه لبنان لا قيامة له من اوضاعي المالية التي بلغت حد الافلاس الكل ومن يعني الانهيار الاقتصادي الذي يصيب به الا اذا يعني استعجلنا بالفعل استثمار هذه الثروة ودخلنا بواقعية بالواقع لغاية الان سيادة العميد لغاية الان سيادة العميد الحديث عن ثروة مفترضة يعني كيف لبنان هو المستفيد الاول اذا كان حق الكريش بكامله وهو من المؤكد انه يوجد فيه غاز ذهب لاسرائيل وما ذهب للبنان هو جزء من حق القاناة ليس كله حتى وليس هناك تأكيد بانه هذا الحقل فيه غاز بشكل قاطع حلو كتير سؤالك انا خليني يردك لشاء معين وفقا لنظريتي انا وايضا يعني اقولها بعقلانية وشجاعة انا لا اعتقد بانه حدود لبنان البحرية هي الخط 29 انا اعتقد بانه الفريق العسكري والتقني اللبناني وغير اللبناني الذي حدد في الاساس خط الحدود بالخط 23 ودخلنا بمفاوضات طويلة مع الوسيط الامريكي فريدريك هوف لعلى الاقل سنتين او ثلاث سنوات وكان العرض للبنان ان يأخذ لبنان من المساحة المختلف عليها وهي غرب الخط 23 55% بينما تأخذ اسرائيل 45% استحضر الخط 29 انا في رأيي كجزء من تكتيك معين للحصول على كامل القطاع الموجود غرب الخط 23 ولم تكن حدودنا بالواقع هي الخط 29 في اي فترة زمنية اذا كنا بالفعل سنقوم ببحث علمي عن تخطيط هذه الحدود اسمح لي سيادة العميد هذه النقطة وصلت بس انا اخاف ان يدركني الوقت وادت ان اعرف رأيي الاستاذ ابراهيم في هذا الموضوع سأعود لك بعد قليل سيادة العميد استاذ ابراهيم ما رأيك من المستفيد الاكبر نفس السؤال من هذا الاتفاق لبنان واسرائيل وهل بالفعل تتفق مع سيادة العميد بان خط 23 هي الحدود البحرية الحقيقية للبنان وليست خط 29 اولا مساء الخير انا سأجزئ الاجابة اتوافق مع العميد نزار عبد القادر على ان لبنان مستفيد من الناحية الاقتصادية في هذا الاتفاق لكن على الشق السياسي والشق الامني برأيي لم تكن الولايات المتحدة ولا الجانب الاسرائيلي ليوافق على الاتفاق لو لم يكن لمصحة الجانب الاسرائيلي اقله في السياسة والامن لان اسرائيل لا تبحث في تلك المنطقة عن مكسب اقتصادي على وجه العجلة كما هو حال لبنان يعني اذا نظرنا الى منطقة حق الكريش فالجانب الاسرائيلي عنده في المياه غير كريش حقول اخرى تكفيه باحتياطات غاز تكفي لمدة 40 سنة تقريبا على اقل تقدير فهو ليس مستعجل ويتبين ان هدف هذا الترسيم بالنسبة للجانب الاسرائيلي لم يكن اقتصاديا على قدر ما هو سياسي وامني في الداية يعني نبدأ بالامن عبر خط الطفافات الذي لم يتراجع عنه الاسرائيلي حتى في النسخة الاخيرة من الاتفاق وفي الوقت عينه من الناحية الاقتصال العفوة من الناحية السياسية فهو استطاع ان يبرم اتفاقا مع لبنان الرسمي الذي يسيطر عليه حزب الله وليس انه نحن لا نتكلم عن القوات اللبنانية وحزب الكتائب او حزب التقدم الاشتراكي هو يدرك مع من يوقع الاسرائيلي استجرى سلطة كاملة يسيطر عليها حزب الله من رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب ومجلس الوزراء واتى ووقع معها اتفاق وصفه الاسرائيليون بالتاريخي اما الانتقادات التي توجه بالداخل الاسرائيلي فهي كأي دولة في العالم هنا في لبنان هناك من ينتقده هناك من يؤيد الاتفاق وفي جانب الاخر كذلك الامر يعني نرى من يسوق لهذا الاتفاق مثل وزير الدفاع بني جانس على انه انجاز امني وسياسي بالدرجة الاولى يعني الاسرائيليون لا يتناولونه من الشق الاقتصادي على قدر ما هو لا اسرائيل قالت بانه يحقق جميع مصالحها سواء كانت امنية او اقتصادية او سياسية نعم المصحة الاقتصادية التي تعتبرها اسرائيل في تلك المنطقة هي المرتبطة بحق الكريش كحقل يعني الخط 29 عندما خرجه في الانفوضات اللبنانية كان يضم حق الكريش او يمرض من حق الكريش التراجع اللبناني عن خط 29 يعني ازجعل الاسرائيليين للأسف يحملون انهم استطاعوا انتزاع حق الكريش من لبنان وهذا الامر ليس صحيحا لان الاسرائيليون كانوا قد تموا كل عمليات التنقيب والاستكشاف وسيبدأون بمرحلة الاستخراج في حق الكريش لكن الاقحام المفاوضات ترسيم الحدود في الحسابات الداخلية اللبنانية والتعامل معهم من طبل السلطة السياسية بخفة ادت لهذه النتيجة والتي كانت لتكون اسوأ من ذلك لو لا نشوب الحرب في اوكرانيا وروسيا وحاجة الغرب المستعجلة هذه هي النقطة إذا تسمح لي أستاذ إبراهيم يعني يقال أو إسرائيل تقول بأن هذا الاتفاق من شأنه أنه يضعف اعتماد لبنان على إيران ويكبح جماع حزب الله ولكن وراء الكواليس هناك حديث بأن الولايات المتحدة لا تمانع إذا استورد لبنان النفط من إيران ولن تعاقب لبنان على ذلك في حال استوردت هذا النفط الهدف كله لماذا؟ لأنه الآن هناك حاجة لهذا الغاز لتصديره لأوروبا بسبب ما يجري بسبب الحرب الأوكرانية ونقص الوقود والغاز في أوروبا وكان من الضروري أن يوافق حزب الله وإيران على هذا الاتفاق لإيصال هذه الرسالة التي يريد الغرب والولايات المتحدة إيصالها لبوتين ما رأيك في ذلك؟ من ناحية أن الاتفاق يحتاج إلى موافقة حزب الله في الدرجة الأولى هذا أمر مسلم به لأن حزب الله يمسك بكل مفاصل ولكن انطلاقا من هذه النظرية اللي صار معناه بأن هذا الاتفاق يصب في مصلحة إيران وحزب الله وليس في مصلحة الشعب اللبناني طبيعة الحال فهو أعطى اتفاق الترسيم ما للبنان أن يستخرج الغاز والنفط من حقوله وأن تبدأ عمال التنقيب والاستخراج والاستكشاف بالأحرى في الساحل اللبناني لكن تحت سيطرة من الأوضاع حاليا ما حصل يشبه ما حصل في أفغانستان بعد اشتياح الاتحاد السوفيتي ذهب الغرب وسلح القاعدة وطالبان في أفغانستان يقاتل الاتحاد السوفيتي اليوم تلجأ أمريكا إلى لبنان الذي سيطر عليه حزب الله لتستخرج الغاز والنفط لأوروبا لتحارب روسيا اقتصاديا أو لتحاول أن تنتزع ورقة النفط والغاز من روسيا في وجه الغرب طيب أعود لك سيادة العميد ما رأيك ماذا ستكون التبعات السياسية إطلاق أو نفوذ أكبر تعزيز أكبر لنفوذ إيران في لبنان بعد هذا الاتفاق أم العكس كما تقول إسرائيل أو تأمل إسرائيل أنا أعتقد بأن حزب الله وإيران قد وافقوا مع الجانب اللبناني في توقيع هذا الاتفاق أو القبول بتوقيع هذا الاتفاق مجبرين وليسوا صاغرين لأنه الموضوع قد وصل إلى حده ولبنان مفلس ولبنان بحاجة بالواقع لمحاولة استثمار هذه الثروة في حال وجودها ولن نكتفي فقط بتوقيع الاتفاقية كما وضعها الوسيط الأمريكي ولكن هناك خطوات أخرى لابد للبنان من أن يقوم بها من أجل استثمار وخاصة بعد التعكد من وجود كميات صالحة تجاريا في المياه الإقليمية اللبنانية أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان وهذا يعني بأن لبنان عليها أن يدخل كعضو تجاري في مجموعة المجموعة المنتجة لغاز شرق المتوصل بما فيها إسرائيل بشراكة مع إسرائيل نحن مجبرين نحن مجبرين نتعاطى على الأقل ضمن كونسورشيوم وعلى إسرائيل يعضو أساسي فيه من أجل بالواقع تصنيع هذا الغاز وتوريده إلى الأسواق الأوروبية ثانيا أنا أريد أن أقولك حتى قبل الحرب الأوكرانية وأنا في الندوات التي حضرتها كان هناك بالواقع تطلع أوروبي وعام جدا ويستعجل إنتاج الغاز من شرق المتوسط لأن أوروبا كانت تخشى بالواقع أن تستعمل إمدادات الغاز الروسية لأسباب سياسية وهذا ما وصلت إليها مع الحرب الأوكرانية لذلك كان هدف أوروبا ومعها الولايات المتحدة وهذا ما دفع في الأساس لوساطة فريدريك هوف التي سبقت وساطة هوكشتاين بسنوات لمحاولة حل هذا الخلاف اللبناني الإسرائيلي فإذن لبنان يدخل الآن مرحلة جديدة وهذه المرحلة كان يرفضها كليا عزب الله ومن ورائه إيران لأنهما كانت يتحدثان عن تحرير القدس وكأن عملية تحرير القدس هي وقف على لبنان ومصلحة اللبنانيين لذلك الآن نعتبر أن لبنان من خلال ذا الاتفاق سيتحرر على الأقل جزئيا من الهيمنة التي فرضتها عليه السياسة الإيرانية وسلاء عزب الله نحن الآن أمام مرحلة جديدة على لبنان بالواقع أن يستأجل الخطى للاستفادة منها لأنه في حال وجود الغاز بكمية تجارية وفي أمس العاجة لهذه العائدات والناس كلها الآن تنوق تحت هذا الكبير الذي تشعبت به الدولة اللبنانية بإفلاس البنوك وأخذ وداع الناس من نعم طيب طيب أستاذ إبراهيم قبل أن نتحدث عن هذه الشراكة ما بين إسرائيل ولبنان التي تحدث عنها سيادة العميد ودت أن أسألك عن آخر نقطة تحدث فيها فيما يتعلق بنفوذ إيران في لبنان هل بالفعل تتفق معه بأنه مع هذا الاتفاق يتحرر لبنان حتى ولو جزئيا من سطوة إيران بهذه الطريقة أولا مع بقاء التنجاز الاتفاق ومع بقاء السلاح يصعب بالأحرى الحد من نفوذ إيران في لبنان بل وأضيف على ذلك أن الغرب أعطى رقبته لإيران في لبنان جاء مستعجلا يريد الطاقة يريد النفط يريد الغاز فجاء ووضع رقبته على الخط 23 يعني صارت إيران اليوم تمسك الطاقة في البحر المتوسط من السواحل اللبنانية يعني كان منصات الإسرائيلية أو المنصات اللبنانية أو غيرها من المنصات الغاز بات العنق الغربي بالكامل بيد إيران في هذه المسألة أنا أرى في هذه النقطة أن الغرب زاد من نفوذ إيران كان يعلم من ذلك أم لم أم لا يعلم لأنه أعطى حاجته لها وصارت إيران تمسك بما يحتاجه وليس بس الغرب نحن أنه ثلاثة أو أربع دول نحن نتحدث عن قارة أوروبا بالكامل وعشرات الملايين بل وعشرات الملايين من المواطنين الذين ينتظرون الشتاء ولا يعرفون مصير التدفع وهذه ليست مسألة تفصيلية أن تكون أوروبا يعني هربت من السيف الروسي لتقع تحت السيف الإيراني في شرق المتوسط طيب بالعودة لموضوع الشراكة هذه الشراكة ما بين إسرائيل أو الشراكة المفروضة على لبنان مع إسرائيل في إطار هذا الاتفاق واستخراج الغاز من شرق المتوسط هل سيعتبر تطبيعا ما بين البلدين أو شكل من أشكاله أستاذ إبراهيم المسؤولين اللبنانيون يحاولون عفوا أنا أستمعين نعم أسمعك تفضل المسؤولين اللبنانيون يحاولون أن يقولوا أن هذا الاتفاق أنه ليس ذا أهمية وليس نوعا من التطبيع أو تطبيعا مع الكيام الإسرائيلي لكن في وقع الحال عندما تأتي الدولة اللبنانية وتوقع على اتفاق يقول أن شمال خط 23 هو ذا سيادة لبنانية وجنوبه هو ذا سيادة إسرائيلية فيعترفت بالسيادة الإسرائيلية على الميال الفلسطينية فهذا اعتراف بوجود إسرائيل كدرجة أولى كخطوة أولى أكانوا طبعوا أم لم يطبعوا فهم دخلوا أول درجة على سلم التطبيع أكانوا يعلمون أم لا يعلمون لكنهم يعلمون وبكل أريحية في هذه المسألة أما مسألة الشراكة طبعا هي نوع من التطبيع الاقتصادي إن كنا نتحدث عن حق القانا ويقال أن الأرباح ستقسم بين بيروت وتل أبيب يعني شركة توتال تزاول العمل في حق القانا إن وجد فيه لا تأكيدات حتى هذه اللحظة بأن حق القانا يحتوي على الغاز أصلا فكلها ثروة افتراضية نتحدث عنها طبعا ولا تأكيدات لكن إن وجدها طبعا نعم نتكلم افتراضيا إن وجد الغاز فستسخر الشركة توتال الغاز من حق القانا وتقاسم الأرباح وتدفع للبنان 60% والجانب الإسرائيلي 40% يعني بالطبيعة الحالية كل لبنان يشارك إسرائيل ب40% من الغاز بل ويعطيها الأرباح دون أن تتعب في ذلك يعني يتحمل الأرباح الأتعاب والمشقة العمل بين أهوثين والاستكشاف والتأمل للوجود الغاز أم لا ويدفع لإسرائيل شركة توتال تدفع وليس لبنان الرسمي ألا يقول الاتفاق إن حق القانا حق اللبناني فكيف تتقاسم منه الأرباح طيب قبل أن أعود لك سيادة العميد ربما للرد على النقطة التي ذكرها أستاذ إبراهيم دعونا فقط مشاهدين نتوقف مع ما قاله البيت الأبيض في إطار ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل حيث أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن لبنان وإسرائيل قرر إنهاء النزاع الحدودي مضيفا أن اتفاق ترسيم الحدود سيعطي للبنان بداية جديدة للاستثمار كما أشار المسؤول في البيت الأبيض لقناة العربية إلى أن لبنان أكد الموافقة على احترام اتفاق ترسيم الحدود مؤكدا في الوقت نفسه أن المفاوضات مع لبنان لم تشمل أي اتفاق مع حزب الله سأعود لك سيادة العميد يعني أعطيك فرصة للرد على آخر نقطة ذكرها أستاذ براهيم وأيضا ودتا أسألك عن هذه النقطة الأخيرة بأن هذا الاتفاق بين إسرائيل ولبنان وليس مع حزب الله كما يقول المسؤول الأمريكي ولكن موافقة حزب الله كانت هذا الاتفاق لن يمر إذا لم يوافق عليه حزب الله أصلا هذا موضوع يتعلق بعلاقة حزب الله بالدولة اللبنانية وعلى الدولة اللبنانية بالواقع كانت أن تقنى حزب الله بالحصول على دعمه للعملية التفاوضية وهذا ما أعلنه يعني أكثر من مرة السيد حسن نصلا في خطاباته العلنية والمتلفزة بأنه يقف وراء المفاوض اللبناني ويدعمه لذلك أنا أعتقد بأن حزب الله ليس شريك في المفاوضات ولكنه يدعم ما تتوصل إليه الدولة اللبنانية هذا مع العلم بأن هناك قنوات اتصال سرية بين حزب الله والدولة اللبنانية يبدي من خلال حزب الله يرأه بمسار المفاوضات وأعتقد بأنه كان يتابع هذه المفاوضات بصورة دقيقة ويومية أنا أرى بأن الدولة اللبنانية عليها موضوع الترسيم وموضوع الغاز والنفط هو موضوع سيادي وهذا يرتبط بالدولة اللبنانية حصراً وليس لحزب الله أي تدخل بهذا الموضوع يعني للتوصل لاتفاق أو عدم حزب الله كان ينفذ بالواقع أجندة يعني تخصه وتخص إيران في موضوع الضغط على إسرائيل لتليين أو تغيير مواقفها من موضوع الترسيم وقد تكون الدولة اللبنانية والمفاوض اللبناني قد استفادة بصورة غير مباشرة من هذه الضغوط التي مرسها حزب الله يعني لا أفهم هذه النقطة سيدة العمي كيف استفاد يعني أصلاً لبنان ما الذي حصل عليه مقابل التخلي عن حق الكريش الذي يحتوي على الغاز حصل على حق القانا الذي لا أحد يعرف إذا كان يوجد فيه غاز أم لا شوفي يعني هوني بدنا الحقيقة مثل ما بدأت أنا معك يعني بالواقع يعني أنا لبناني ولبناني أصيل وخدمت في المؤسسة العسكري أربعين سنة ولا يمكن لأحد أن يشكك في نواياي أنا أقول بأنه حق الكريش الذي هو خلف الخط يعني خلف الخط 23 وضمن جزء منه ضمن البقعة البقعة الفاصلة ما بين الخط 29 والخط 23 يعني لم تكن هذه البقعة في رأيي أنا لبنانية والسحضر كما كنت في بداية ولكن هي ربما التي عطلت هذا الاتفاق لمدة ست سنوات فما الذي جرى الآن ليعترف لبنان بأنه أصلاً لم تكن 29 بل هي 23 يا سيدتي الخط 29 ستحضر قبل جولة المفاوضات الأخيرة التي ترأسها هوكشتاين الوساطة فيها هوكشتاين ولكن كل عمرنا نحن في السنوات الماضية وفي كتاب لبنان الرسمي للأمم المتحدة كنا نعتبر أن الخط 23 وهذه نقطة الخلاف بيننا وبين إسرائيل على أن هذا هو خط حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان من جهة الجنوب ولم استحضار الخط 29 أنا أعتقد بأنه كان بالواقع لممارسة ضغط على إسرائيل وتحسين شروط لبنان في المفاوضات لذلك أنا أقول أولا بأنه حق الكريش هو يعني من حق إسرائيل إسرائيل كانت عليه منذ بداية المفاوضات وقد قال لي المندوب الإسرائيلي الذي كان يفاوض مرة في براج السفير إيران بأنه نحن متأكدون بأنه في هذه المنطقة يوجد غاز ونحن نستعجل استثمار هذا الغاز وعلى لبنان بالواقع أن يسهل وأن يدخل جديا في مفاوضات مثمرة معنا من أجل تسهيل استقراجنا لهذه المنطقة أنا لا أدافع عن المنطقة الإسرائيلي ولكن أنا أدافع عن الموقف اللبناني الذي قبل بهذه الشروط ربما من منطلق كما يقال بالعمية عصفور بالإيد ولا عشر من عشر هناك جزء سري قد يكون هناك جزء سري في الاتفاقية من أجل استفادة إيران من حقل قانا إذا بالفعل تبين أن هناك كميات صالحة للتجارة ماليش سيادة العميد وصلت الفكرة وصلت الفكرة وللأسف الوقت يدهمنا أريد أن أعود مرة أخيرة لأستاذ إبراهيم تعليقك على ما قيل أستاذ إبراهيم أولا هذه مسألة حق الكريش وحق القانا الخط 29 عندما خرج في لبنان خرجه الرئيس ميشيل عون ليفاوض على العقوبات المفروضة على سهره جبران باسين لا أكثر ولا أقل لكن دراسات الجيش يعني تتفق مع سيادة العميد بأنه فعلا حدود لبنان عند خط 23 وليس خط 29 هذه كانت فقط سأصل إليك سأصل بالجواب أنا أعتقد أن خط لبنان هو خط 29 الذي هو خارج عن دراسة من الجيش اللبناني والUKHO التي عطت الإحداثيات وقالت أن الخط اللبناني والخط 29 وإذا عدنا إلى اتفاق السبع عشر من أيار الذي كان أبرمه الرئيس عمين جميل في 82 أو 83 مع الجانب الإسرائيلي نرى أن المساحة التي أعطيت لبنان حتى أكثر أو أكبر من منطقة الخط 29 فالخط 29 الذي يضم حق الكريش هو حق لبنان ولكن تم التنازل عنه لمآرب سياسية والضغوطات والاستعجال حتى في محاولة أن طبقة السياسية تستعجل وعلى رأسها حزب الله يستعجلون لمحاولة لم الانهيار الاقتصادي عبر اللجوء إلى الغاز والنفط والهروب أو لترك شروط صندوق النقد الدولي التي يعتبر حزب الله شروطا أمريكية تهدف للتضييق عليه نعم أشكركم جزير الشكر مشاهدين كان معنا من بيروت الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان وأيضا من هناك المحلل العسكري والاستراتيجية العميد نزار عبدالقادر موسيقى